جرى بمدينة سيئون في محافظة حضرموت توزيع 70 مكينة للخياطة لـ 70 متدربة من مديريات وادي حضرموت بعد إتمام دورة دبلوم الخياطة والتطريز ضمن مشروع توزيع 150 مكينة خياطة مع دبلوم الخياطة والتطريز بمحافظة حضرموت وشبوة الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وأشد الوكيل السعيدي بهذه المشاريع النوعية المستدامة التي ستسهم بشكل فعال في الإنتاج المحلي وتسويد السوق بالصناعة المحلية فضلا عن دورها في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وفي مختلف المجالات الأخرى مثمننا الدعم السخي المقدم من الجمعية الكويتية وكذا مؤسسة استجابة لتنفيذها المشروع